أيضا كشفت لينا مبارح مهيب عبدالهادي كشف لينا أن عندنا مدير فني اللي هو روي فيتوريا مدير فني كنا متخيلين أنه قد التحدي وقد الثقة والدعم اللي خده مننا قبل انطلاق البطولة مش مننا من كل الإعلام الرياضي وحتى والبطولة شغالة مع الأداء الغير جيد والنتائج السلبية كنا بنقدم الدعم ولم نتوقف أبدا عن دعم فيتوريا ولكن كل هذا طلع فانكوش فالكريد الفانكوش ده طلع فانكوش اختيارات غير جيدة ولا في إدارة فنية ولا في شخصية مع اللاعبين ولا شخصية داخل الملعب مدرب أقل من إمكانيات وطموح مصر وجهة نظري أنا آسف أن أنا قبل كده قلت عليه أنه مدرب جيد لأنه فعلا طلع مدرب فرق وليس مدرب للمنتخبات بعد الكلام اللي قال له أيمن عبدالعزيز مبارح ده بعد الكلام اللي تقال مبارح ده كل الكلام ده أكد لنا أن هناك فرق كبير جدا بين مدرب متخصص أو عنده رؤية حتى لو رؤية دفاعية بالمناسبة في قيادة المنتخبات ومدرب آخر يقود فرق حتى وإن نجح مع فرق كبيرة الحقيقة مش بالضرورة أن أنا أنجح مع ريال مدريد مثلا أو مجاي أنجح مع أي منتخب والحقيقة يعني بالنسبة للمنتخبات الوطنية أنه هناك أعضاء مجلس إدارة الحقيقة في التحق كرة القدم وأنا هنا برضو مش بحمل حازم إمام لوحده أنا بحمل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي تعاقد مع فيتوريا وخلى شكل يعني مجلس إدارة الاتحاد خلى شكل الاتحاد وحش أمام الجميع